الأبطال عندك مجموعة كبيرة من النجوم كامال التويتي كامال التويتي النجم كامال التويتي اللي يمكن فما أجمع على حبهم لكامال التويتي اسمه من عثمين كيف كيف خالده ويسا بكل من أكثر حاجات اللي نبره اليوم البرحة اللي أفا دادوا وسليمين الله بيض عرصوا في باب الرزق معنا عملوا ربطة بشوف لي حال هيدا يعاون العمل لك الربطات اللي يصيروا هيفل أيولي في برشة تنقضات العمل لذلك عليش نحب وفما ممثلين رأوا رئيسين زادا كما مني رياحي كما عطف بوزيدي كما عندي برشة شخصيات يعاون عملوا لي مثلا أسما بالعثمين رانا الناس تعاود كل شهر ذالي عاملوا في إعادة متعشوف لي حال دونك الناس بالنسبة ليهم أسما بالعثمين سي دادوا دونك راهو اختر وريسك كبير وتحدي كبير أنك بشيخوا شخصية مبنية عند الناس في خصال معينة وكاركتاغ معينة كل مش تحطها في حاجة في قلب آخر جبل مش تخرجها مكادة دول سمباتيك الطيبة وتحطها شريرة معنى يعني شريرة ليش نعرفوهم بعض أما مايش شريرة؟ ما نعرش أنا فهمنا أني هي مش عفل أما دور 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 صعيب على الأخر يعطيها الصحة أسما بالحق أنا بدي أنا اخترتها وبرفنا وكله كل يوم وقلها كل ما نتفرجوا راني ممبهر بالأدئة متعش خالدهويسة كيف كيف شوفوا في حاجة مع ملياش قبل حاجة سوى في الأدئ متعو سوى في تمثيل وفي كيفاش يحكي في رامزي عبد جاويسة دول مرة شوفوه في دول درامي رامزي يعرفو هل تعلم ولا شوف 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 دونك 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 دايما التحديد لقيت المساس الهدايا واللي شيخت عليهم كمخرج أنك تاخدوا ممثل تخرجوا من اللي شنوى السنسنبي وتحطوا في قلب آخر خرجت هاي فيلم الفكرة اللي المخرجين في تونس بخاتيكمو الممثلين يقول لك يخدموا في الليزان دو كن فغم تيحهم يعني ما يتعبوش برشة بشي بدلوا من الممثلين آه عنا ممثلة نعرفوها تمثل ديما مرأ شريرة جبه هي البلدية آه هي العاملة المنزلية آه هي دونك انتي ليه بتتحاب تكسر القاعدة هذي وفكرة هذي حر فما حاجة معرفوهم مش الناس لو ساعة تبدأ حر ساعة ساعة تلي مي شنو معنى ساعة تبدأ حر وساعة تلي مانيشفش ندافع على مثلا على ناس أخرين مين نعرف ساعة كنت فرج على عمل كما قلت انتي ناخذو ناخذو شخصية لي نشحت كايكس نجح في حاجة دونك ناخذو حاضر ساعة الوقت ما عندكش ساعة الريس ساعة سبونسور يحكم دونك انا كان لي الحظ سنة انا لازمني نفرماني سبونسور يحكم عني نجم التشر يقول لك نحب الممثلة ذاك بانسور من مشاكل لي تفرق ما بين التلفزة والسينما انك ماكش حر مية في المية في التلفز خاصة في القانوات الخاصة رو عند فما فموجوه تبيع هكا يحكي فموجوه ما تبيعش فموجوه قوية في الاداء وكل مي مازال مش معروفة دونك تتحبش تفكوا بلاستك انا محظوظ سنة في الوطني انا معطوني ثيقة في الكاستينج ما تدخلوش فيك جملة ساعة بوخصان كنت حر بالحق يمكن هيدا نلقاوها اكثر في القانوات الخاصة هاي فالاكيدة اذا كانش قوت لك انا كانش قوت لك منش نقعد نحتي على عامل اخر مين اعرف كين تفرجوا سيقوتو في الكتب دا خادم انتي ايش خادم اخراج تفهم تفهم عليش دونك والله هي المعلومة موجودة ونعرفوها لساعات يقول لك اي لازمك الممثلة ذاك يكون موجود على خاطر انه هو زيدا يخمم في الجانب التجاري والماركوتينج متاعه لكن زيدا مش للدرجة انه يلازم زيدا الممثل المخرج بريتو يكون مقتنع نعم هي معادلة 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 صعبة برشة هي معادلة معادلة صعبة برشة ولي ينجح فيها ينجح في الكارير متاعه البرح شفت تصريح للحبيب المسلماني كنا حاضر على ايا فام حكي عليك وحكي على ذاك كيف ساو السن الجمني يقول لهم طليبي ونعم الطلبة نحبه برشة سي الحبيب تعلمت منه برشة حاجات انسان رائع وعمل اعمال ناشحة على الخر في الدراما التونسية كيما ليلي البيت كيما عنبر الليل هو سيري ذال بيهي معنا برشة اسيدة قرأونا وتعلمنا منهم برشة حاجات تتصور كيتفرج على العمل لمتاع كيكون فخور بهاي في البن يوسف كي نقابل وقتا تنقلك نرما ما مش يكون فخور يعني المدرسة خلينا نشوف وبيب الرزق مثلا رجوع للريف اللي احنا عنا مدة ما شوفناش مسلسلات في الريف وهذا حتى قالوا البارح اليس جرية كالعائلة التونسية كالحاجات اللي احنا بعدنا عليهم شوية السنوات الاخيرة وحتى المشاهدين توحشوهم صحيح فإنك المدرسة هذيك اللي تبعتها لحبيب المسلماني سلاح الدين الصيد كتوينسة المسلسلات التونسية اللي توحشناها في السابق وذي يرجع بالدرجة أورى الكتب السيناريو مجالة لحي محمد علي دمق اللي ملي قعدنا من لول حبينا نعملو أكل فيزيون ما بين أكل كتيبل توحشناها متاع سي علي لويتي نعرش حيوه برج نجحنا واللي والحاجة موديغنا تعتاوه معنا حتى دالي ملي أعطاني سيناريو قطو دالي أغزب أوكي مقدمو ذيل تلفزة على شرط راني بش ندخل شوية بش نسيت شخصية زوز قليل هيفل جوت في كنفيانس عملي تهب دونك خذينا كالسيناريو خلطني هكي وعملنا كل كما ظاهر على الحكاية معناه أكل ميلون جاكا محليه مابين مابين الحاجة اللي تفرج عليهم قبل نوستالجيك ضربته على وترمت على نوستالجيك حاجات جديدة متعتاوه شخصية جديدة هابلة جديدة دي كوباج تكنيك جديد يكيب تكنيك من أروع ما فاما دي جون بالحق ضربت عليهم بالبونية بالواحد بالواحد ومشاء الله عليهم ومبين تعليقات تحكيوا برشة دا على الصورة قصة العمل تو هيفل يعني فهمنا برشحة خلينا نقول لك التعليق اللي موجود على فيسبوك إنكم تحكيوا على العاملات الفلاحة معنا يا بش تحكيوا على الظاهرة هدية وكيفش المعاناية تمتاحهم هل هذا صحيح ولا المؤسس بش يمشي توجرها آخر من بعد؟ هيا عندي شخصية في المستثل ما تقول فهمة منه صحيح فهمة منه البنة في العمل لديه أنه فهم برشة مواضيع فهم برشة دي زاكس فهم برشة شخصية كل شخصية عندها حاجة تحب تصل لها عندها هدف عندها مهمة ويتلموا الكل في دي ما نقول هنا ثلاثة أطر مكانية كبيرة هي ليتلموا وحتك يحكينا على الريف حكينا على الريف اللي قريب للمدينة اللي نص ساعة تلقى روحك رو بالحق تخش عم تونس الحاصمة نص ساعة تلقى روحك في الريف عم تكسي دي ثابت وحكيكا ماناهم فرطان دلوس وكل شي دونك رو الريف معود شاكين تلاتة بالكربة بتوصل لها الريف ذاك قاعد يتمدن والمدينة قاعدة قاعدة توصل لها بشوية بشوية وحكي حتى 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 في اللهجة فهم لي قاعد محافظ على لهجة وفهم ليتمدن حتى النقل سهيل فهم ليخوا نقل جميع ينقى روحك في تونس دونك برشة شخصية برشة مواضيع محبش نحرق زادة حكاية تصور في الجديدة في البطان تحية لهم تصور في الزهرة في المروج في سكرة برشة بلايس يعني بلاس هذيك اللي في الريف هذيك جديدة هذيك جديدة البطان وين ما نوبا وكل معي هكا ولا بحق مش بعيد برجة بي كامل التويت الحاج هل انتي اخترتو انه يكون بطل العمل ولا اخترحوها عليك احكي لي كيف اجتمل التصميم هو كما دي ما نقول خلنرجو سعم بعض الموضوع العاملية خطر اكس مهم في المسلسل نحكينا على المشاكل اللي تعرضو لهم الناس اللي خلنوا في الهنية شروف الفلاحة ونساء الفلاحات وكل شيء فما حتى مشكل ذاهلي ما تحكيش قبل وتحكي بطريقة سبتيل طريقة نجم العائلة طيب تكتشفوها عن بعض بالحلقات نرجع لكاسلين كيما اي موخر جاركي بتقرأ سيناريو دي جاء من اللي تقرأ فما عبيد بشي جول موخر فما نيس حب تخدم معهم فما نيس تعرفوا في الدنيا كيفش يتحرك ليتيك متاعو كيفش يماثل تقولها الشخصية دي يجي دونك من اللي ق بعض قعدت معروحي وبعض واحد دي استقر راي على سيكا ميل تويتي كلمتو عجبون عجبون نص اه اي ما شبك ما قلتانيش مماثلين اخرين ليه ما انتي قلت عالي اذيك حاجة اي حاجة بينك وبين روحك معنا كيما اي مخرج معنا خاطر ماكش في جيك مماثل واحد معانيش مماثل واحد في تونس رابنا برشة مماثلين ممتازين مباعد فما شخصية اخرى دي ما نقول لنا نحل كاستينج فما مجيش مخيشكون نحل كاستينج نجرب نعمل تاست كاميرا فما مماثلين في تونس مثلا كما يشحل كاستينج هاي في المعنى تعيد المماثلين كبار مثلا تعملون كاستينج ولا بنسبة للجون تعملون كاستينج هاي سمحني خليكا كاكا نون نخرج فاصل ونرجع نسمعك ونسمع لي جابة متاعك